أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طيب هذه النعمة ولا لا ما الواجب على مريم مثل ما أمر زكري المال يا مريم شوفوا يا أخواني أقنوتي لربك أمروها بكثرة العبادة لأن القنوة هو طول العبادة واسجدي واركعي مع الراكعين من العلمة من قال إن هذا من قام شكر فأمرت به ومن العلم من قال لا أن مريم عليه السلام سيقبل عليها أهوال عظيمة ولا بد لها من كثرة العبادة لتقوى لها لأنها أيش ستحمل بولد بلا أب وستتهم ولذلك لن يشد من عزمها إلا قوة العبادة وهكذا كان نبي عليه السلام يفعل إذا حزبه أمر فازعى إلى الصلاة لكن نقول الوجه الأول أولى ليش مع أن المعنى الثاني صحيح لأنه لم يأتي الآن البشارة بعيسى عليه السلام لم تأتي البشارة لمريم عليه السلام بك إنما البشارة الآن أنها أصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين طيب قال يا مريم وقنتي لربك واسجودي واركح مع الراكعين لماذا قدم السجود على الركوع؟ الركوع قبل السجود من العلم من قال إن الواء لا تقتضي الترتيب ومن العلم من قال إنه إيش؟ إنه كان في زمانهم السجود قبل الركوع لكن ابن قيم رحمه الله يقول هذا ضعيف طيب ما وجهه يا ابن القيم؟ لماذا قدم السجود هنا قبل الركوع؟ قال ابن القيم رحمه الله في كلام جميل اجتملت هذه الآية على مطلق العبادة فذكرت الأعم وهو القنوت أقنوتي أقنوتي فذكرت الأعم وهو القنوت ثم الأخص منه وهو السجود السجود يشرع في الصلاة ويشرع خارج الصلاة من السجود التلاوة والسجود الشكر إلى آخرة ثم ذكرت الركوع الذي هو أخص ولا يشرع إلا وين فهو ترتيب من ماذا؟ من الأعم إلى الأخص إلى ما هو أخص من؟ يقول ابن القيم هذا هو سبب تقديم السجود على الركوع يقول وكما رتب الله عز وجل هناك في مكان آخر عكس الترتيب من الأخص إلى الأعم فقال يا أيها الذين آمنوا إركعوا هذا أخص ولا لا؟ واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم ترحمون إذن هذا الجواب عن ماذا يا أخواني؟ عن تقديم السجود على الركوع ثم قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك أي يا محمد هذا من أنباء الغيب أنت ما تدري يشير يعني هو يعرض بالنصارى الذين يدعون أن محمد ليس بنبي يقول أنت يا محمد أمي ما تقرأ هذا علمناك من أين تاك؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يعني ما كنت عندهم يوم تخاصم وهم يعرفون اليهود يعرفون لنصارى أنهم قد اختلفوا في من يكفل مريم عليه السلام قبل أن يكفلها زكريا قبل أن تخاصموا في من يكفلها فألقوا أقلامهم في البحر فذهبت أقلامهم وقام قلم زكريا فكفلها يقول الله عز وجل أنت ما كنت لديهم ما كنت معهم ما كنت عايش معهم نين جاك العلم وأنت رجل أمي أكيد أنك إثبات لمن إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أيها النصارى كما أخبركم محمد بهذه الأمور وأنتم تعلمون أنها موجودة في كتبكم فأعلموا أن محمد إيش نبي مرسل ثم وقوله إذ يلقون أقلامهم فيها استعمال القرعة وهي السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يخرج أقرع بين نساء إذ قالت الملائكة يا مريم إِنَّ اللَّهَ يُبَشُّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهِ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمُ أتت البشارة الله عز وجل بشر مريم بأنه سيوجد منها ولدًا عظيم له شأنٌ كبير بكلمةٍ من الله أي وجوده بكلمةٍ من الله قاله كُن فيكون وهذا تفسير لقوله تعالى مُصَدِّقًا بكلمةٍ من الله اسمُه ماذا؟ المسيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمُ يعني سُمِّيَ أَثْقَبْلَ أن إيش؟ قبل أن يُحمل به سُمِّيَ ابن مريم دلالةً على أنه لا لا أبله أن يكون مشهورًا بها في الدنيا ابن مريم عيسى من ابن رُسِّب إلى أمه يعرفه المؤمنون وسمِّيَ المسيح قال بعض السلف كثرة سياحته يعني عبادته وقيل لأنه كان مسيحُ القدمين أي لا أخمُص لهما وقيل لأنه كان إذا مسح من ذي العاهات بارئ بإذن الله تعالى إذا مسح ذوي العاهة بارئ بإذن الله تعالى ثم قال الله عز وجل المزيد من البشارة وجيهًا في الدنيا له وجاهة وجيه له وجاهة ومكانة ليس في الدنيا فقط وإنما في الدنيا وفي الآخرة ومن المُقرَّبين إلى ربِّه عز وجل الله بشارات ما أحلى هذه البشارة وتختلف بشارة مريم هنا عن بشارة عيسى لأن مريم هذه البشارات مما يهوِّن عليها ماذا ما سيأتيها يقول يعني أنت سيأتيك يعني صعاب سيأتيك اتهامات لكن لما تتذكرين هذا أن الرجل أنه بكلمة الله أنه وجيه في الدنيا أنه هو في الآخرة ومن المُقرَّبين ويُكَلِّمُ الناس في المهد ويُكَلِّمُ الناس كهلاً يعني كبيراً ومن الصالحين يعني هذه بشائر عظيمة قالت مريم أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر شوفوا يا أخواني مريم ماذا عُرفت به ماذا عُرفت مريم بالعبادة طيب هل يُتصوَّر من عابدة أن تجي ويُتطلع من المسجد وتقول أنا هذا ولدي وما يعرفون أنها تزوجت ولد لي ولد شوفوا هذا الامتحان العظيم لمريم عليه السلام قالت أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ماذا قالت الملائكة كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء في زكريا قال ماذا يفعل ما يشاء وهنا قال لماذا للرد على النصارى للرد على من أن عيسى مخلوق وليس بإله واضح يا جماعة إذا قضى أمرا فإنما يقوله كنف الله على سبحانه وتعالى على كل شيء قدير قبل تحد النصارى فصار العرب فدار بيني وبينه حوار طويل لا يسعى الوقت الآن لذكره لكنني من عرض الاستطرادات ويقول إن عيسى ابن الله ونحن ندعو ابن الله وإلى آخر ما ترهاته فقلت وبسألك سؤال أنت بشر صح؟ تمرض وتريد الوظيفة وتريد أشياء؟ قال نعم تبسألك إذا مرضت تدعو من؟ الولد والله أبو كما تدعي قال لا أدعو الله يا أخي إذن أفرد العبادة لله تبارك وتعالى أفرد العبادة عيسى عليه السلام الله عز وجل أخبر أنه عبد مخلوق بنص القرآن وقد ذكر أحد الإخوة الأفاضل أن نصرانية ركبت مع سائق أجر عربي وكان صاحب الأجرة شغل سورة مريم فلما وصل إلى قول الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا لله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يقول صاحب التاكسي أن هذه المرأة يقول كان منظرها كانت نصرانية عربية يقول انتفضت فقالت سبحان الله سبحان الله بلا شعور السماوات يتفطر والأرض تخر أن تدعو لله ولد وأنا أدعو لله ولد في الصباح والمساء فأسلمت شوفوا المطر إذا أتى على قلب وأراد الله له الإداية حقائق القرآن كثيرة جداً على تقرير قضية عيسى عليه السلام وأنه عبد وبشر كسائر المخلوقات ثم قر الله عز وجل مخبراً عن تمام البشارة الملائكة لمريم كذلك هناك أشياء أخرى أنه يعلمه الكتاب الكتاب هو الكتابة والحكمة الحكمة هي الفهم في الدين والتوراة وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى والإنجيل أنه سيعطيه إيش كتاباً خاصاً به اسمه الإنجيل ورسولاً يعني ليست الأمر يا مريم تحملي هذه قضية كبيرة هذا الولد عظيم ورسولاً إلى بني إسرائيل أن يجعلوا رسولاً إليهم قائلاً لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم بعلامة على أني رسول أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكونوا طيراً بإذن الله يعني كان يصور الطين على شكل طير فينفخوا فيه فيكونوا طيراً بماذا؟ قال الله بإذن الله وأبرئوا الأكمة الأكمة قيل الذي يبصر نهاراً ولا يبصر ليلاً وقيل العكس والصحيح هو الذي يولد أعمى يجعله إيش؟ مبصراً وهذا أبلغ في المعجزة وأقوى في التحديد والأبرص معروف وأحيي الموتى بإذن الله الله أكبر أشياء عظيمة أيد الله عز وجل بعيسى ولذلك العلماء يا أخواني يقولوا أن الله يؤيد كل نبي بما برع به قومه عيسى عليه السلام قومه بماذا برعوا؟ بالطب كانوا آية في الطب فأتاهم بما لا يستطيعون والله يمكن يعالجون بعض الأعاهات وبعض الأمراء لكن واحد أعمى من يوم ولد ها؟ يرجع بصير هذا ما يقدر عليه الطب يحيي الموتى؟ هذا لا يمكن موسى عليه السلام برع قومه بماذا؟ بالسحر فأرسل الله عز وجل له العصى تلقف ما يفكون النبي صلى الله عليه وسلم برع بماذا قومه؟ بماذا برعوا؟ في الفصاحة فأعياده الله بهذا القرآن قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتهم يقول أخبركم أنكم الآن أنت إيش أكلت؟ أكلت الآن كذا وأخبرك أن اللي في بيتك أنك اتدخرت ليوم الغد كذا وكذا كل بهذا ممن؟ تأييد من الله عز وجل أنه كما قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية يعني آتيتكم بآية أني رسولم عند الله وجئتكم بآية من ربكم ثم قال ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه أو قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وفيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة موسى عليه السلام ومن العلماء من قال أنه لم ينسخ وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطأوا وأنا أقول والله تبارك وتعالى تعالى أعلم أنه لا مانع من كل القولين هذه الآية هذه الآية ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم دليل عن النسخ وآية الزخرف ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه الذي اختلفوا فيه فبين لهم وجه الصواب وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله شوه كيف عيسى عليه السلام الله لو سمعوها النصارى حقيقة وسمعوا هذه وأتوها بقلب صافي إن الله ربي وربكم فاعبدوني فاعبدوه هذا صراط مستقيم غيره صراط معوج طريق معوج الصراط المستقيم أن الله ربي وربكم ماذا منه ربي وربكم نعبد من أنا وأنتم نعبد الله فلما أحس عيسى منهم الكفر استشعر منهم التصميم على الكفر القرآن طوى الآن لما هو يبشر مريم عليه السلام طوى هذه الأشياء كله وانتقل إلى أن عيسى وجد وتفصيل كيف وجد عيسى في الماد في سورة مريم عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر استشعر التصميم على الكفر والاستمرار على الظلال قال من أنصاري إلى الله أي من يتبعني إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب في مواسم الحج قبل أن يهاجر يقول من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي تتشابه الأنبياء ذرية بعضها من بعض قال الحواريون الحواريون قيل أنهم كانوا قصارين يقصرون الثياب ويصفغونه بالبياض والصحيح أن الحواري هو صحيح في الأصل يقصد به البياض من الحور وهو البياض لكن الصحيح أنه في هذا السياق الناصر قال الحواريون نحن أنصار الله يعني نحن الذين سننصرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب انتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال إن لكل نبي حواري وحواري لكل نبي نصير فإذن الحواري معناه في هذا السياق هو النصير وهذا من تفسير القرآني بالسنة وقد ذكرنا هذا أثناء شرحنا لمقدمة التفسير كما لا أخفى عليكم ثم قال الله عز وجل واشهد بأن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين هذا كلام من؟ الحواريون كلام الحواريين أي ذا اكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس ثم أخبر الله عز وجل على ما مكروا وقال ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقد أخذ العلماء من صفات الله تبارك وتعالى المكر وهي من الصفات الفعلية لكن لا يسمى الله عز وجل الماكر فإنه لا يأخذ من الصفات الأسماء ولذلك قال وهو خير الماكرين في آية نفراء أو في هذه الآية والمكر في موضعه حسن بخلاف ماذا الخيانة كما قال الله عز وجل فإنها صفة ذنب في جميع أحوالها قال الله أن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل قال فخانهم ماذا قال فأمكن منهم ليش لأن الخيانة في محل ذنب في كل أحوالها بخلاف المكر المكر إذا كان في محله وذلك قال ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أي أنهم أرادوا قتله أرادوا قتله أتوا في ظلمة الليل يريدون أن يقتلوا عيسى عليه السلام لا 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 أتباعه بني إسرائيل لأنهم قتلت الأنبياء هم قتلت الأنبياء فلما أحاطوا بمنزله أوقع الله شبهه على قيل كبيرهم الذي أتى معهم وقيل إن عيسى عليه السلام قال لأحد أتبعه من يرضى أن ألقي عليه شبهي وله الجنة سواء هذا وهذه من حديث بني إسرائيل ولا أعرف فيها حديثا مربوعة ثم قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه وهذه الآية مشكلة ألا لا عيسى عليه السلام أين الآن طيب ما معنى متوفيك يعني أن عيسى عليه السلام توفي ثم رفع ماذا هذا قول قال بعض العلماء إن هذا من المقدم والمؤخر يعني إني رافعك ومتوفيك يعني الآن رفعتك ومتوفيك في آخر الزمان هذا قول القول الثاني أني مميتك حقيقة وهذا قول ضعيف يرده قبل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ومنهم من قال أماته الله قليلا ثم أحياه ورفعه والصحيح يا أخواني وأكثر مفسرين على أن المراد بالوفاة هنا النوم إني متوفيك أي منيمك ثم رافعك حيث أنامه الله والنوم يطلق على الوفاة كما قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني إيش هل عنا نموت كل يوم ننام لكن أطلق الله على إيش على النوم وفات قال الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ولذلك إذا قمنا من النوم مش نقول إذ السنة الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وهذا هو القول الصحيح أن المراد بالوفاة هنا وهو عليها أكثر مفسرين النوم ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفر إلى يوم القيامة هذه كذلك مشكلة من هم الذين اتبعوه ومن هم الذين كفر قولان لأهل العلم من المفسرين ومنهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من جعل الذين اتبعوه النصارى والذين كفروا اليهود وأن الآية مخبرة عن إذلال اليهود وعقوبتهم وأن النصارى فوقهم في جميع أقطار الأرض إلى يوم القيامة فخصص المتبعين والكفار وجعله حكماً دنيوياً لا فضيلة فيه أما جمهور المفسرين فقالوا بالعموم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين نحن من أتباع عيسى لماذا؟ لأنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام سيأتي في آخر الزمان ويحكم بماذا؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء يقولون نوع العموم وأن من أتباع عيسى عليه السلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسباب كما قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف أنهم فلا كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلى آخر لكن بشاء هذا التمكين وهذا الاستخلاف له شروط وتبعات ولا لا؟ يا أخواني ما هو شروطه وتبعاته؟ حن يقوم بردان ولذلك إذا قام المسلمون حق القيام لما قاموا في عهد الخلفاء الراشدين كسروا مملكة كسراء ومملكة قيصر وصدقها ولذلك الصحيح يا أخواني أن الآية عامة وأن الله عز وجل جعل حكماً دائماً الذين اتبعوا عيسى عليه السلام ومنهم محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم فوق الذين كافروا يشمل يهود ويشمل النصارى ثم قال الله عز وجل ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم مما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره هو مما قال الله تعالى وأوحاه إليه وأنزل عليك من اللوح المحفوظ فلا مرية فيه ولا شك كما قال الله عز وجل في سورة مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولدٍ سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن مثل عيسى عند الله أي في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب كمثل آدم كيف كمثل آدم يعني الله تبارك وتعالى خلق عيسى من أم بلا أب وخلق آدم من ماذا لا أم ولا أب ولا أم ولا أب ولذلك إنجاز الدعاء البنوة في عيسى أنه ابن الله بكونه مخلوقاً من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى والأحرى وهذا دليل عقلي ولا لا ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل فآدم من مخلوقات الله تبارك وتعالى فدعواه في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً لكن الله عز وجل أراد أن يبين للناس قدرته على الخلق فخلق آدم من ماذا؟ من ترب من لا أم ولا أب وخلق حوى من ماذا؟ من أب بلا أم من آدم من ظلع آدم عليه السلام ليس كذلك وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب وخلق سائر الناس من أب وأم فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فكيف تدعون هذا في عيسى عليه السلام؟ فإذا كان باطلاً في أمر آدم فبطلانه في أمر عيسى أشد لأن آدم أعظم في المعجزة أولا لا خلق من لا شيء خلق من تراب لا من أب ولا من أم ثم قال الله عز وجل الحق من ربك أي هذا القول هو الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه فلا تكونن من الممترين فمن حاجك فيه الضمير فيه يعود لماذا؟ ألها يعود لمن؟ الضمير يحتمل عوده إلى عيسى عليه السلام ويحتمل عوده إلى إيش؟ الحق لأنه أقرب مذكور أولا لا قال الحق من ربك فلا تكون من الممترين فمن حاجك في هذا الحق طيب أيهما أصح؟ كل صحيح ما شاء الله أصبحنا علماء في التفسير ما شاء الله كل صحيح لأن أمر عيسى هو الحق فلا تعارب ولذلك بعض المفسرين أرجعه إلى أقرب مذكور وبعضهم أعاده إيش؟ إلى ما هو حقيقة الحق هو ماذا؟ أمر عيسى عليه السلام فمن حاجك أي جاد لك؟ في أمر عيسى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل الابتهال هو الملاعنة فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي منّا ومنكم وهذه الآية نزلت في وفد نجران فإنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون بين البنوة والإلهية فأنزل الله صدر هذه السورة ردًّا عليه وأن حذيفة قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنان فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله إن كان نبيًا فلا عناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ثم قال له إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلًا وهي الجزية وابعث معنا رجلًا أميناً ولا تبعث معنا إلا أميناً فقال لأبعثن معكم رجلًا أميناً حق أمين فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة وقد روى هذا الحديث مسلمٌ والترمذي والنساء وبنماجة بنحو هذا الكلام إذن في هذه الآيات جواز المباهلة لكن المباهلة يا أخواني لا تكون على أمرٍ بسيط يعني تختلف أن تشخص تتعادل أن تباهل لا ينبغي هذا ولذلك اشترط العلماء للمباهلة شرط لها شرطي الشرط الأول العلم الشرط الثاني أن تكون في أمرٍ نهام وقد حصل على الهواء مباشرة مباهلة كما يمكن سمعتم في أمر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بين أحد أهل السنة وبين ذاك الرافضي الخبيث ياسر الحبيب الذي اتهم أمنا رضي الله تبارك وتعالى عليها ورسل الله عز وجل أن يفضحه وأن لا يجعل هذه المباهلة امتحاناً للناس والغرض أن أهل نجران اللي هم هؤلاء النصارى كانوا هم أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم قال جابر أنفسنا وأنفسكم رسول الله وقال الله علي بن أبي طالب وأبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وهكذا رواه الحاكم معناه ثم قال صحيح على شرط مسلم وقد رواه أبو داود الطيالس عن الشعب مرسلا وهذا أصح وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك ثم قال الله تبارك وتعالى إن هذا إن هذا لهو القصص الحق أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق لا معدل عنه ولا محيط وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم سبحانه فإن تولوا فإن الله عليم بهم ماذا نسميها هنا قلتكم سأبيلك الإظهار في موضع يعني السياق نقول فإن تولوا فإن الله عليم بهم لكن قال ماذا فإن الله عليم ما فائدة ذلك كما قلنا ها نعم يعني بيان أن فعلهم فساد وأن الله عليم بهؤلاء وأن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد يعني فائدة الإظهار هنا في موضع الإظمار بيان أن سبب توليهم هو الفساد وأن كل من تولى عن دين الله عز وجل فهو مفسد ثم قال سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم تعالوا إلى كلمة الكلمة يا أخواني هي تطلق على الجملة المفيدة لا نقصد الكلمة هي إيش الكلمة النحوية أو الكلمة إنها كلمة واحدة يعني لفظة واحدة المقصود هنا كلمة جملة ما هي هذه الكلمة فسرها الله يسمى هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن تفسير المباشر الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله إذن نعبد الله عز وجل وحده نفرده بالعبادة لا نشرك به وهذه دعوة الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبد الله واجتنب الطاغوت وقول الله ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله أي لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إن تولوا عن هذا النصف وعن هذه الكلمة السواء العدل فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله عز وجل لكم طيب عندنا إشكال في هذه الآياء أخوان نحن قلنا أن هذه الآيات صدر هذه الآيات إلى بضع وثمانين آية نزلت في من؟ في وفد نجران ولا لا في النصارى في وفد نجران هؤلاء متى وفدوا؟ في سنة التسع طيب ثبت عندنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وقبل الفتر يعني قبل فترة أرسل رسولاً إلى قيصر وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هراق العظيم الروح سلامٌ على من اتبع الهدى أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم نعم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سوائل بيننا وبينكم طيب كيف نجمع بينها؟ هذه الآية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم عم كم؟ بعد الحديبية وقلنا أن هذه الآيات نزلت متى؟ وردت الروايات الكثيرة على أنها نزلت بوفد نجران فما الجمع بين الأمرين؟ أجاب العلماء على في جملة من الأجوبة عن هذه القضية منهم من قال يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين مرةً قبل الحديبية ومرةً بعد الفتر وش رأيكم؟ تذكرون في شرحنا المقدمة اللي حضر منكم قلنا إن تعدد النزول ينبغي أن لا يصار إليه إلا في أضيق أضيق الحالات الثاني قالوا يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى هذه الآية وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك ويكون قول ابن سحاق إلى بضع وثمانين آية ليس بمحفوظ وهذا لعله هو الأقرب لعل الأقرب أن هذه الآية نزلت متقدمة نزلت متقدمة وقول ابن سحاق إلى بضع وثمانين آية يعني هذا الحديث الذي نزلت سبب النزول هذا هو من قبيل المراسيل حقيقة يعني لا يوجد له إسناد صحيح لكن نحن تكلمنا في شرح المقدمة كلام شيخ الإسلام عن المراسيل إذا تعدد الطرق وهذا مما تعدد طرقه من طرق متعددة أن هذه الآيات نزلت في من؟ في وفد نجران لكن لا يعني أن نقول أنها نزلت في وفد نجران أن كل تفاصيل الرواية مقبولة إذا عارضها شيء آخر ورأينا أن غيرها أرجح منها فلنرجح كما هنا مدام أن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها بعد الحديبية هذه الآية معلومة أنها نزلت قبل وفد نجران طيب ثم قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم سبحان الله يقولون إبراهيم يهودي اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي والنصارى يقول إن إبراهيم نصراني واليهودية والنصرانية لم توجد بعد شوفوا بهت القوم إنك لتعجب من بهتهم وكيفية الدعائم يدعون شيئا يعني من السهل رده بل ينفيه الواقع والتاريخ إبراهيم يهودي سبحان الله ألا تستحي أيها اليهودي أن تدعي أن إبراهيم يهودي وإبراهيم مات قبل أن تأتي اليهودية وأنت أيها النصراني ولذلك الله عز وجل عاب عليهم بقوله يا أهلكتر لماذا تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ختم الآية بماذا أفلا تعقلون لأن الدليل ما هو عقلي أحسنتم الدليل عقلي ولذلك ختم الآية بقوله أفلا تعقلون يعني أن هذا حقيقة ضرب من الجنون أن تدعي شيئا لم يحصل لكن هذا من زيادة بهتهم ولذلك هم قوم بهت أسأل الله سبحانه وتعالى ألي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم ومبارك على ندينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر